السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن فترة ما قبل الامتحانات احنا طبعا كثنوية ازهرية مفروض امتحاناتنا هتبقى في بداية شهر 6 3-6 او 4-6 سواء علمي او ادبي فانا حابب في اول الفيديو اقول لك في الوقت ده هتلاقي المحبطين اكثر من المتفائلين واللي بيشجعوك يعني لو لقيت مثلا اتنين بيشجعوك هتلاقي ميت واحد بيحبطك وقول لك خلاص كده ما هو الدنيا ضاعت فانا مش جاي في الفيديو ده برضو ابيعلك الوهم وقول لك ايه ان انت لو ما فتحتش كتاب هتطلع من اوال الجمهورية ولا برضو في نفس الوقت هحبطك وقول لك ان انت لو ما فتحتش كتاب هتسقط فانا برضو مش عايز اديلك وهم زائل وهم مش موجود وحسسك ان انت كل حاجة مظبوطة وفي نفس الوقت هديلك الحاجة المعقولة عاوز اقول لك ان انت حاول تسمع اي حد يشجعك باي كلمة تمام كده وحاول تبعد عن المحبطين لان انا بقولها لك دلوقتي هم كتير لا يحبطك كتير سواء في الدراسة او حاجة برا الدراسة فاهم شيء ان انت تكون الفترة دي عارف ان هي فترة صعبة وكل الاحاسيس اللي جواك ان هي ان انت مش هتجيب مجموع او ان انت نسيت كل اللي ذكرته او ان انت مش عارف تعمل ايه ده حاجة طبيعية فالمفروض ان انا افكر ازاي هتعامل مع الفترة دي مش تفكر ان انا ابعد واهرب من المخاوف اللي قبلانا دلوقتي يعني مش الصح ان انا دلوقتي عارف امتحنت في شهر ستة ان انا اهرب وابعد عن المذاكرة لا خلاص او انا ما فتحتش مواد اعترف مع نفسي او انا حس ان انا ناسي طب ناسي مفيش مشكلة ايه الحل لازم تقول دلوقتي نعمل ايه اعمل ايه في الفترة دي فدلوقتي المفروض ان احنا عندنا متقسمين كزا مجموعة في مجموعة والله ما فتحتش كتاب خالص سواء عربي او شرع او ثقافي في مجموعة مذاكرة شوية وسايبة شوية واللي ذكرته نسيته وفي مجموعة الحمد لله يعني مخلصها المادة بس برضو مش عارفة تراجع ازاي اول حاجة بالنسبة للمجموعة اللي هي ما فتحتش كتاب فهو دلوقتي الحل دلوقتي تعمل ايه ان هي تبص على المراجعات تراجع كل مادة مراجعة سريعة وبعد كده تجيب لامتحانات السابقة من اي كتاب خارجي محدش يقول لي رشح لكتاب كل الكتب زي بعض من اغلى كتاب لارخص كتاب كلهم بيجيبوا لامتحانات السابقة مفيش بينهم اي اختلاف خالص بسيبك بقى من اللي بيحل الحاجات اللي الكتاب حطيتها ايا كان الكتاب ماليكش دعو بالكلام ده كله انا بحل الامتحانات السابقة ايا كان الكتاب سواء شرعي او عربي او ثقافي ما تضيعش وقتك في الاسئلة اللي الكتاب نفس بيكون حطيتها اضيع وقت في ايه او ابذي الوقت في ايه في الامتحانات السابقة المفروض انا واحد ما فتحتش الكتاب ولا فتحت مادة المفروض ان انا ببص عليها اذاكرها بنسبة 40% اعرف ايه الدروس اللي علي فيها اقرأ الدروس بتركيز حاول اسمع شرح يوتيوب وبعد كده امسك الامتحانات السابقة من اول 2022 لحد 2017 وابدأ حل فيها واحد دولي طب ما انا مش عارف حل اه امان انت فاكر نفسك لما تيجي تفتح اول امتحان ما شاء الله يبقى زيك زي المدرس ما ده طبيعي انت حط لك كده اول خمس ست امتحانات انا مش هشغل دماغي فيهم بمعنى ايه المفروض ان انا هبدأ اشوف الاجابات من المصدر اللي انا بذكر منه فالمفروض ان انا اول ست او سبع امتحانات بالكتير انا بشوف السؤال وارجع تاني اطلع الاجابة واحفظها واكتبها اشوف السؤال وما اختبرش نفسي ما تعودش تقول ايه ده ده انا مش عارف اكيد انت مش عارف يا حبيب تمام ده كده بالنسبة للناس اي مادة خالص طب انا دلوقتي عاوز ادلكم شوية حاجات كده ايه اللي انا اركز عليه لو انا ما فتحتش اي مادة انا دلوقتي اكتشفت ان انا امتحانات في شهر الستة اولا في العربي خلي بالك في النحو اكتر حاجة بيجي عليها الدرجات نصب الفعل المضارع وجزم الفعل المضارع دول البابين اكتر بابين المفروض نركز عليهم الصرف اكتر حاجة بيجي عليها درجات المواضع العشرة والمواضع الخامسة المواضع العشرة اللي هي قلب الواو ياء والمواضع الخامسة اللي هي قلب الواو والالف والياء همزة دول لوحدهم ممكن ينجحوني في البلاغة أهم حاجة علم البديع لوحده أنجح بيه علم البديع أهم شيء في الأدب والنصوص عندك الوحدة التالتة في الأدب والنصوص والوحدة التانية دول أهم وحدتين وفي النصوص للأسف كل النصوص هتجي عليك فالمفروض أن أنت تحفظ التعليق على النص وتقرأ الشاعر وتحفظ الأبيات دول لوحدهم يخليك برضو تنجح في النصوص أنا دلوقتي بكلم طالب هو عاوز ينجح بس عاوز ينجح بس يركز عليه علشان ينجح تمام؟ إحنا لسه نمسك الطلاب الباقيين المجموعات الباقية اللي هو مذاكر نص ونص أو مذاكر كويس بس مش عارف يراجع إزاي تمام كده؟ أنا دلوقتي بكلم الطالب اللي عاوز ينجح بس موجودين آه إيه المشكلة؟ عادي أنا واحد دماغي مش في الدراسة أنا شغال شغلي تاني أنا عاوز أنجح بس في تالت سنوات مش عيد ولا اللي دخل طب بحسن منك كل واحد ليه مجاله؟ كل واحد له عقليته انت عادي تأقلم مش لازم تدخل طب انت ممكن عادي في ناس شغالين شغلانة تانية أحسن من ميت دكتور وعاوز ينجح بس ايه المشكلة يعني؟ تمام؟ يعني ما تتكسفش أنا بقولك اللي ينجحك تمام؟ في النصوص احفظ بس النصوص وبعد كده التعليق على النص وبعد كده الشعر والكلام ده كله تمام؟ يبدأ كده بالنسبة للعربي وبالنسبة بقى الشرعي ان شاء الله الدكتور جمال الشفعي اللي هو بيشرح طبعا عن معانا الشرعي في القناة نحاول يعمل لكم برضو فيديو برضو عن اهم الحاجات اللي عاوز يعدي بس مفيش مشكلة ويتكلم عن بقى المجموعات مجموعة الطلاب اللي احنا هنتكلم عنهم في الفيديو ده في العربي بالنسبة بقى للثقافي انت عندك لو انت علمي طبعا اتكلم عشانا كنت علمي لو انت فيزياء اهتم اوي بيه باب الفيزياء الحديثة لو انت في الكيميا اهتم بالكيميا العضوية تمام كويس جدا ولو انت في يبقى فيزياء وكيميا احياء اهتم بالتكاثر تمام بعد كده عندنا في الرياضة طبعا كتاب المدرسة هو اهم شيء كتاب المدرسة لن يخرج عنه الامتحان وبعد كده عندك في الانجليز ان شاء الله برضو مستر يوسف هيعمل لنا فيديو في الانجليز يقول لك برضو اهم الحاجات وتكلم عنه بالتفصيل تمام انا طبعا الشرع والانجليز مش تكلم عنهم علشان ان شاء الله الدكتور جمال ومستر يوسف هيعمل لنا فيديوهات عليهم ده كده بالنسبة للطالب اللي عاوز ينجح وما تتكسفش لو انت مأقلم حياتك ان انت التعليم مش واخد حيز في حياتك عادي مفيش مشكلة لكن لو انت المفروض التعليم ده حياتك فانت المفروض تبقى مجموعة من مجموعة من مجموعة من مجموعة طلاب البقيين اللي هو انت مذاكر تسعين في المئة من المواد وده اغلب الطلبة بقى ده اغلب الطلبة بيبقوا في الحتة دي انا مذاكر تسعين في المئة من المواد وفيه الفيزياء صائت مني شوية التاريخ نقص مني شوية والله الجغرافيا بقي لي باب كده ما بصيتش فيه قبل كده العربي فيه حب عمري بحياتي ما شفتهم الشرع فيه يعني تقريبا تلت وما تفتحش نعمل ايه بقى المفروض انت في الفترة دي لحد خمستاشر خمسة لحد كم خمستاشر خمسة المفروض ان انت تقعد كده مع نفسك تمسك كل مادة ايه اللي بقيلك فيه ايه اللي بقيلك في كل مادة امسك الفيزياء التاريخ الجغرافيا العربي الشرعي الانجليزي الكلام ده كله انا بقيلي في المادة دي كزا وكزا وكزا والمادة دي والمادة دي والمادة دي فالمفروض وظفتي دلوقتي ان انا لاما اشوفها من اليوتيوب الاجزاء اللي فضلالي اخلصها لاما اشوفها من اليوتيوب لاما تعمل زي انا جبتوا والله في الاجزاء اللي وقع مني في كل مادة مدرس لميلي كل جزء في حصتين او تلاتة بالكتير قوي. خدتوهم مكثف جيت قلت للمدرس اشرح لي دي ودي ودي. سواء فيزيا كيميا رياضة عربي شرع انجليز الكلام ده كله. اشرح لي الحتة دي. اشرح لي الحتة دي. اشرح لي الحتة دي. وخلاص حصتين او تلاتة بالكتير. والمدرس خلاص ما عادش بيجي ودول اللي كانوا واقعين مني. خلاص طب انا لو عملت كده اعمل ايه? المفروض ان انت هتجيب برضو الامتحانات السابقة وتحلي الامتحانات السابقة. واقع تفتكر برضو علشان انت مذاكر ان انت هتعرف تحلي الامتحانات في الاول. اقع تفكر اقع تاخد في بالك ان انت مهما كنت مذاكر المادة هتجي تحلي امتحانات اول خمس ست امتحانات برضو هتلاقي نفسك مش عارف حاجة. بس في فرق ان انت هتبقى احسن من المجموعة الاولانية اللي ما فتحوش المادة ان انت عارف تطلع الاجابة اصلا. يعني يعني ممكن الناس اللي مفتحوش المادة ما يعرفش الاجابة كانت فين فاهمني فالمفروض ان انت تحلي الامتحانات السابقة وواحد يقول لي يعني انا لازم حل الامتحانات السابقة اه لازم تحلي الامتحانات السابقة تهتم بها كويس جدا 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 الفترة دي تمام بالنسبة بقى للمجموعة التالتة اللي هو أنا مذاكر المادة كويس جدا بس مش عارف أعملي طيلا انت مذاكر المادة يبقى انت ان شاء الله تقدر تلمها فوقتي واجيز المفروض ان انت تخلي لكل مادة تبص عليها نظرة سريعة او تقرأها مرتين بتركيز تمام انت كده كده طالما مذكرها كويس تقدر تجيبها في وقت قياس تحط لكل مادة يومين او تلاتة بالكتير في حالة ان انت مذاكر المادة كويس جدا تمام ده يسهل عليك جدا يبقى انت المادة هتلمها في يومين او تلاتة ايا كانت المادة تمام مش لازم تلمها كويس لمها ولو يعني اقرأها بتركيز ولو بالنسبة 60-70% بالكتير بعد كده برضو هتجيب لامتحانات السابقة وهتبدأ تحل لامتحانات السابقة انت ممكن انت المجموعة الاولينية ممكن ما تعرفش تطلع الاجابات ليه ما فتحتش المادة المجموعة التانية ليه مذاكره نص ونص اتلاقى اول خمس ستة امتحانات مش عارفة تحل كويس بس عارفة فين هي الاجابات انت بقى لو المجموعة التالتة اول تلت امتحانات اللى يعصلة معك بعد كده تبدأ تنطلقما مشكلة. فسوى انت مجموعة اولى الطلبة اللي افتحوش كتاب او انت مذاكر نص ونص او مذاكر كويس لازم تحل الامتحانات السابقة لان هي هي الاساس في الفترة دي. ما فيش حاجة اسمها انا مذاكر المادة كويس مش هحل. لازم تحل امتحانات سابقة. هات بقى كتاب خارجي. نزلها بدي اف. صورهم من صاحبك. المفروض لازم الفترة دي من بعد يعني من او عشرة خمسة كده. لازم تكون معد على الامتحانات السابقة. كل اللي احنا بنقوله ده بنعمله عندنا في دورة الانقاذ. اولا بنمسك المادة كلها هنشرحها في اسبوع. يعني شرح وحل. وبعد كده بنحل الامتحانات السابقة عليها. ده في العربي وبنعمل كده في الشرع مع الدكتور جمال الشفعي. وبنعمل كده في الثقاء في الانجليزي مع مستر يوسف. فكل اللي انا بقول لك اعمله انا بعمله لك وبقدمه لك جاهز. لكن بالنسبة لبقى المواد المفروض برضو التربية والتعليم. النسبة للمواد الثقافية سوى جغرافيا فيزياء كيميا احياء اتلال مدرسين مهتمين بالعلم. لا. ما تحلش امتحانات من التربية والتعليم لازم تجيب الامتحانات الخاصة بالازهر. وزي ما قلت لك الفترة دي اي حاجة سلبية تحسها ما تسمع لهاش. يعني هيجي برضو هاجز كده في الماغة. انت مش هتلحق. اه كده كده الدنيا ضاعة. لا هتعمل ايه يا عم خلاص انت اقول لي نفسك كده هي الدنيا ضاعة وانا مش عارف اجيب مجموع. ايه الحل دلوقتي انام يعني? لا ما انامش خلاص. ازا ما كنتش هجيب تسعة وتسعين في المية اذاكر عشان اجيب سبعة وتسعين. لو يا عم انا المفروض اجيب سبعة وتسعين هزاكر لحد ما اجيب خمسة وتسعين. وخلي بالك اي مذاكرة انت بتذاكرها دلوقتي بتفر معك بعدين لانت مش هتلحق تنسى. فاهم حاجة الفترة دي ما تعدش تسمع لنفسك اللي هو الاحباط اللي بيحصل لك. او تسمع لصحابك والكلام ده كله. كله شيء للهم. وكله دلوقتي يخايفه كله. اللي هيقدر يجيب مجموعه في الفترة دي هو اللي بيصبر. مش اللي بيذاكر كتير. بمعنى ايه? ممكن انا اذاكر كتير يومين تلاتة وازهى واسيب المذاكرة. لا. لو انت صبرت الفترة دي على الكتاب وحلت الامتحانات السابقة ورجعت المواد ولو بنسبة ستين سبعين في المية فهو ده الاهم بالنسبة لك. وخلي بالك انت عندك برضو حل من الاتنين. لا اما تمسك المواد انت عندك العرب والشرع تقدر ان انت تراجعهم وبعدين تحل امتحانات سابقة. انا بالنسبة للثقافي اتزنأت فيه فما رجعتوش. حلت فيه امتحانات سابقة على طول. وللاسف يعني الحركة دي حركة مش حلوة لانها في الاول. لما تجي تحل امتحانات سابقة على طول ممكن ما تعرفش تطلع الاجابات حتى لو انت مذاكر. انا عملت كده واول اصبني احباط شديد بس بعد كده اكتشفت ان دي الطريقة الاسرع حاليا. الطريقة الاسرع في المواد الثقافي. ان انا حل امتحانات سابقة. ولاقي نفسي مش فهم حاجة. وطلع الاجابات. وحل وطلع الاجابات. واحفظها وحلها. هي دي الطريقة. هتتعبك في الاول. بس بعد كده تكتشف ان هي دي اللي هتنجزك. تمام? لكن لو انت عاوز تمشي بقى بالطريقة اللي هو تراجع المادة. وبعدين تحل امتحانات سابقة. دي في حالة ان انت كنت مذاكر المادة وفاكرها كويس جدا. واعتقد ان اغلب الطلاب يبقوا زي حالات ايام من انا كنت في الثالثة الثانوية. لان انت لو جدت راجع المادة ممكن تاخد منك على الاقل عشر ايام. زي الفيزة والكيمياء الوحياء والرياضة. والانجليزي والكلام ده كله. فانت اعمل زي. تمام? اه بس انا بنبهك في الاول ان الطريقة دي هتحسزك ان انت ما عملتش حاجة في حياتك ولا ذكرت كلمة قبل كده. يعني هتجي تحل امتحاني الاول في اي مادة ثقافية هتحس ان انت ايه? اللي هو اهم اللي كنت بعمل ايه طول السنة. ده انا مش عارف احل حاجة خالص. ده طبيعي والله العظيم. اقسم بالله ما كنت عارف اطلع الاجابات من المصدر ايه بزاكر منه. يعني انا امتحاني الكيمياء مسكته كده. السؤال الاول هو انا عارفه في باب الحديد. بس مش عارف فين الاجابة فانهي صفحة. من الحاجة اللي كنت بزاكر منه. الفيزية. انا فاكر ان اول سؤال في الفيزية حادته ما بين الظهر والعصر. السؤال الاول في امتحان الفين وخمستاشر. لان انا كان امتحاني الفين وستاشر فكان اول امتحان قابلته كان الفين وخمستاشر. اعدت ما بين الظهر والعصر حل في اول سؤال فيزية. ويا ريتني برضو كنت ايه فاهمه كويس. فبعد كده اوعت ان انت اول امتحان خد منك مسلا عشر ساعات. مش كل الامتحان اتاخد منك عشر ساعات. تاني امتحان ااخد تسعة ساعات. تالت امتحان ااخد ست ساعات. رابع امتحان ااخد اربع ساعات. خمس ساعة خمس امتحان هياخد منك تلات ساعات. بعد السادس هتقل الامتحان ما بياخدش منك ساعة ونص ساعتين بالكتير قوي. تمام? فانت اوعى تقس نفسك باول امتحان. وانا دايما برضا اقول للطلبة معايا انت اعتبر الامتحانات دي زي سوقت العربية. ينفع ان اجي كده فجأة اجي اقول لك خد مفتاح العربية وسوق. ينفع كده فجأة تفتح العربية وهتشغلها وهتسوقها هيبقى زيك زي اللي بسوق بقاله عشر سنين. اكيد لا طبعا. طب مش معنى في سوقت العربية لازم لازم الاول واحد يقعد جنبك. وقولك العربية بتسوق ازاي? وتقعد شهر كامل. تجي تتحود تلاقي نفسك مش عارف تزبط الزوايا كويس. مش عارف دلوقتي تتحود كويس. مش عارف تلف كويس. مش عارف ترجع كويس. فده زي حل الامتحانات. انت انا اديتك الامتحانات تقول لك حل. فده طبيعا ان انت في الاول ما تعرفش ان انت تحل كويس. لازم تقعد وتشوف حد بحل الاول. يا ريت لو انت تشوف حد بحل متحانات سابقة. اول اربع متحانات وتشوف بحل ازاي? وايه الاجابات اللي مفروضة اكتبها. تمام كده طب ما لقيتش حد يحل معاي زي حالات ما كانش فيه حاجات يوتيوب وكده ابدأ شوف اه دور على الاجابة واحفظها وبعدين ننقلها. فانت اعمل اول خمس ست متحانات ده عبارة عن ان انا مش هقيم نفسي. مش هقول انا وحش ولا حلو. ولا هجيب مجموعه اللي مش هجيب. اول خمس ست متحانات خلي بالك ركز في النقطة دي. لان انت لو استوعبتها كويس هتفرم معك بعدين. ان انا اول خمس ست متحانات انا برجع للاجابات وبحفظها وبكتبها. مش بحل من دماغي. لان انت لو حطيت في دماغك ان انا هدخل وهحل من دماغي هتلاقي ناسك مش عارف تحل حاجة خالص. سواء مذاكر او مش مذاكر. تمام? واخر نصحه لها لك. ما تسمعش للمحبطين ولو كان الاحباط من نفسك انت. لان الفترة دي زي ما قلت لك في اول الفيديو. المحبطين اكتر بكتير قوي من المتفائلين واللي بيشجعوه. فحاول ان انت تغتنم الفرصة او تنتهز الفرصة زي ما احنا عندنا في البلاغة استعارة تمثيلية طبعا. ماشي ان انت تنتهز الفرصة دي وتقنع نفسك ان المفروض يتعمل دلوقتي. الوقتي هيكفي. طول ما انت محسس نفسك ان فيه وقت كافي. بس انت تبدأ هتلاقي نفسك بتخلص قبل ما انت متخيل. يعني انت حاسس ان الشهر ونص دول مش هيكفه. بس والله انا بحلف لك. لو بدأت واستعانت بالله. وبذلت كل مجهودك. هتعرف بعدين. بعد ما تخلص ان الشهر ونص دول كان يكفه مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة. مش مرة واحدة بس. بس انت ابدأ واستعان بالله. واهم حاجة الامتحانات السابقة. وزي ما قلت لك اول خمس ست امتحانات انا مش باختبر نفسي. انا بطلع الاجابة واحفظها. واحل. هو دي اهم نصيحة الفترة دي. وابعد عن المحبطين. وابعد عن المحبطين. وخليك اسمع للناس اللي بشجعوك. واسمع للمتفائلين. وان شاء الله نكون معاكم الفترة القادمة اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة